واحدة كتبة انا مريض الضغط عالي وكروسترول وسكر ووزني 100 كيلو وباكل قليل وبرضو مش بخس ايه نظام الرجيم اللي ممكن ينفع معي هي الفكرة بقول لها اسيات الضغط الناجح معروفة جدا انا مش عايز حرمان بجهل وعدد نتيجة عايز يتزان بعلم انا لطول ما عامل ضايت يبقى انا حدفه بالضايت داود ان يكسر دهون يزود معدل حر يبقى كله فيتامينز تمام يزبط اوتوماتيك الضغط والسكر وكروسترول مع الضغط اللي بدهول وطفر الحاجة تبعليك كمان يساعد على الكلام دا كله تمام فمنظومة الضايت الناجح هي لتحقق الكلام دا لو انا بعمل ضايت ما بيحققش الكلام دا ولا ضغط بتزبط ولا كروسترول ولا سكر وفي مضعفات يبقى الضايت غير ناجح بالمرة يعني تجنبه تماما فالضايت الناجح الاساسي انه لتلات وجبات ما عايزة ما بقول دايما فيش حاسمها وجبة تتشاري ان لو شلت وجبة سكر هيئلي في الدم وهيبقى فيه اعراض تزهر زي دوخة وهبوط وصدع يبقى تقولي الرجيم دا ايه ما كانش ناجح عشان كانت توجيه الطبيب الامثل والافضل انه فيه حاسمها تلات وجبات في فاكهة بعد الوجبة بساعتين في تلات خلاط وجزارة بين كل وجبة والتانية انه كل ساعة تاكل حاجة دايت تخذ زبط وصول السكر سكر ما يحبطش ما فيش دوخة قلنا الكروسترول بالزبط كمان انه حتى صورة الكلمة ابتخذي كل ساعة الياف زي خراية او فكاية او جزراية او الكلمة دا كل الالياف دي كلها تمنع من تكوين كروسترول في الدم في اسمه دا في الكبد كمان يعني اتقلم من ايه سواء كان من انتصاصه في طار الدم سواء كان من تكوين في خلال الكبد فكل دا افادة بالنسبة لك حتى قلنا المواد اللي موجودة اللي في الالياف زي الخيار والجزر والبروكلي اللي ممكن واحد بيديه والكلام دا بيديه وجراته دا اسيسي جدا فضاية الناجح بيحتوي برضو على حيات اسمها مضادات الاكسادة المضادات الاكسادة دي مهمة جدا لعدم ترصيب كروسترول على جدار الشرايين يعني الكروسترول اللي موجود في طار الدم زي اللي هو الالي دي ال او الكروسترول اللي هو منخفض الكسافة اللي ممكن يترصب على جدار الشرايين ويكون جلطات بعد فترة عشان يترصب لازم يتأكسد يحصل له اكسادة فانما بتاخدي انت مضادات الاكسادة في اكلاتك زي الجازر او البروكلي او التفاح للتاكلي او الكلام دا كله كسناكس بين الوجابات بيمنع مضادات الاكسادة يمنع اكسادة الدهون فبالتالي ما بترصبش على جدار الشرايين فبالتالي ما يكونش جلطات فعشان كده قلتلك هي كل كلمة مفروضة واحد بيقولها يبقى جون في صحتك بمعلومة نكحة بمنظومة نكحة لو التزم بيصاح تمام اشتركوا في القناة